اهلا بكم من جديد عزاء المشاهدين بردو الفرنسي وصل بالفعل النهاردة الى نادي الزمالك العرض الرسمي العرض الرسمي لنادي الزمالك من نادي بردو كان الكلام كله في التليفونات لكن طبعا الاهم هو الورق النهاردة وصل رسميا العرض قدام حضراتكم اهو نمرة واحد فيه هو طبعا من الفرنساوي نمرة واحد فيه قيمة العرض وهو ربعمائة الف يورو ربعمائة الف يورو ده اللي هو رقم واحد قدام حضراتكم في نص الصفح ربعمائة الف يورو النمرة اتنين انه حق الزمالك في عشرة في المية في حالة اعادة بيعه لاي نادي اخر خالق بردو هنا النادي بيتكلم على انتقال نهائي اذا حضراتكم لاول مرة بتشوفوا العرض الرسمي من نادي بردو الفرنسي لللاعب عمر جابر اذا الموضوع ما واش كلام الموضوع عرض رسمي كتير او بنسمع جي عرض الفلان جي عرضه ما فيش عروط لكن لما وارع اذا كده بتطلع بتثبت بالفعل انه عرضا رسميا من نادي بردو يبقى موقف بقى نادي الزمالك هيكون ايه هو ده السؤال وفقا للكلام الاولاني يعني انه هما بيقولوا لا احنا نوافع على المبلغ ده لهم ربعمية الف يورو ربعمية الف يورو يعني بنتكلم في تلاتة مليون ستمية تلاتة سبعمية حاجة زي كده مصري الزمالك قالك انا نوافع على المبلغ ده اعارة وليس انتقال طبعا دي كلها بتبقى حت التفاوت كل واحد بيحاول ان هو يضغط من جانبه عشان ينهي الامر مؤكد اللاعب بعد ما راح فرنسا وبعد ما اتمرن في نادي بردو الفرنسي برغم ان فرنسا الدوري بتاعه ما هوش يعني لا الاسباني ولا الانجليزي ولا حتى الطلياني ومطبعا مش الالماني يع ربما ياتي في المرتبة الخامسة من ناحية الدوريات العالمية لكن لما نحط الدوري المصري هنلاقيه وفقا للترتيب بعيد قوي نمرة اتنين راح فرنسا وشاف يعني ايه نادي كورة شاف الاحترافية شاف الاجواء شاف التدريبات شاف اللعيبة شاف الجماهير حاجة بقى فرنساوي خالص يعني فطبعا الولد دماغه خلاص اتزبطت في اتجاه فرنسا هنا يبقى بقى موقف النادي اللاعب محترم ولد محترم جدا جدا ومؤكد سيقبل بقرار النادي ايا كان بس المهم هو يبقى من جواه مستقر نفسيا ما يتعبش في طرد النادي اصر على موقفه ما اتصورش ان بردو يوافق على انه يدفع الرقم ده اعارة لكن هو يدفع انتقال نهائي ممكن في المحوار بقى وارد انه يقول طب اعارة نخليها 150 الف دولار نخليها 200 الف وارد يعني يحصل تحرك في المنطقة دي لكن انا وريت لحضراتكم العرض الرسمي اللي وصل من نادي بردو النهاردة شيكبالا راح نادي زمالك للمهتمين بشيكبالا واحنا اكيد منهم بشرط يعود بالشكل اللي احنا بنتمنى لشيكبالا